وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم الحديث الثامن والثلاثون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم هذا الذكر من أذكار الرفع من الركوع وفيه ثناء على الله وأنه يعطي ويمنع ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منعت فالخلق خلقه والأمر أمره وقوله أحق ما قال العبد يعني أن هذه العبارة لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت من أحق ما يقوله العبد في حق ربي تعالى وقوله وكلنا لك عبد جملة اعتراضية والتقدير فينبغي لنا أن نقول هذا مدام هذا أحق ما يقول العبد وكلنا لك عبد إذن ينبغي أن نقولها وفي هذا الدليل ظاهر على فضيلة هذا الذكر فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد فينبغي إذن على العباد أن يقولها وهذا دليل ظاهر على فضيلة هذا الذكر وأنه حري بناء لا نهمله وأن نحافظ عليه وإنما كان أحق ما قاله العبد لأن فيه تفويض الأمور إلى الله والإذعان له والاعتراف بوحدانيته والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به وأن الخير والشر بيده وكذلك فيه حث على الزهد في الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة أين في أي جملة هذا الكلام في أي جملة هذا الذكر فيه فيه حث العبد على الأعمال الصالحة ففي أي جملة من هذا الدعاء وهذا الذكر ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني لا ينفع صاحب السلطان والعظمة والمال لا ينفع عندك ماله عظمة وسلطانه إنما ينفع عمله الصالح ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفعه جده وسلطانه عظمته ماله ما ينفع عندك إلا عمله الصالح قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا يعني ما يؤمنه الإنسان فهذا الذي ينجي عند الله وقيل إن قوله أحق ما قال العبد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا الكلام أحق ما قال العبد فيعود على قوله اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض الحديث والمعنى تحميدك والثناء عليك وتمجيدك هو أحق ما قال العبد وهذا اختيار شيخ رسالة بن تيمير رحمه الله قال فتبين أن حمد الله والثناء عليه أحق ما قاله العبد وفي ضمنه توحيده له إذ قال لك الحمد أي لك لا لغيرك وقال في آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت وهذا يقتضي الاعتراف بأن الله المنفرد بالإعطاء والمنع فلا يستعان إلا به ولا يطلب إلا منه هذا ذكره شيخ الإسلام في قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق وقوله عن التحميد في الحديث وملأ ما شئت من شيء بعد إشارة إلى الاعتراف بالعجز عن أداء حق الحمد بعد استفراغ المجهود فهو أعز من أن يحسب ويعد وملأ ما شئت من شيء بعد يعني بعد من السماوات والأرض فإنه صلى الله عليه وسلم حمد الله ملأ السماوات والأرض فحمده منتهى ما وصل إليه السابقون ثم أحال الأمر فيه على مشيئة الله تعالى وليس وراء ذلك الحمد منتهى ليس وراءه منتهى ولم ينتهي أحد من خلق الله في الحمد مبلغه ومنتهى صلى الله عليه وسلم وبهذه الرتبة استحق أن يسمى أحمد لأنه كان أحمد لله من كل مخلوق آخر كان أحمد لله عليه الصلاة والسلام كما في شرح بداود العين ونخب الأفكار له إذن هذا الذكر مرة أخرى متى يقال يا جماعة؟ إذا رفع رأسه من الركوع حقيق أن يحفظ اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات والأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا منع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم هذا من أذكار الرفع من الركوع وفيه ثناء بالغ على الله وحمد عظيم لله وفيه دليل على عظمته سبحانه الذي له الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد ذلك وأنه المستحق للثناء والمجد أهل الثناء والمجد سبحانه المجيد صاحب المجد العظيم وبيده كل شيء يعطي ويمنع هذا من عظمته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم